في سياق آخر عقد رئيس مجلس الوزراء الشريف اسماعيل اجتماعا لمتابعة الجهود المبذولة لبناء المدارس اليابانية كتجربة جديدة تثري منظومة التعليم في مصر وعقد اجتماعين مع مجموعة من رؤساء نقابات المهنية بحضور وزير الزراعة بينما ضم الاجتماع الثاني نقاباء الصيادلة والعلاج الطبيعي والأسنان بحضور وزير الصحة حيث أعرب رئيس الوزراء في الاجتماعين عن تقدير الحكومة للدور الوطني الذي تقوم به نقابات المهنية في دعم جهود الدولة لدفع عجلة البناء والتنمية